بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الآن هنفتح فايل جديد عشان نقدر نعمل import لكاد موديل اللي احنا نشتغل عليه فهنفتح الفايل الموديل اللي احنا نشتغل عليه يبقى بالمليميتر فنخلي dimensions بالمليميتر نقول له finish زي ما اتفقنا جينا كده هنيجي نقول له على file import اروح عندي الفايل اللي هو لازم الاكستنشن بتاعي ونكون احد الاكستنشن المقبولة زي .sat او اي شو بقى الاكستنشن زي .dwg .dxf اللي هي الفايلات بتاعت الكاد موديلز عندي الفايل هنقول له open اختار الفايل اللي هنفتح وقول له open فتح الفايل عايزين نقول ان احنا في امور معينة في import .results لازم نعملها فلازم اعمل تشكل البوكس اللي هو بتاع use the result to establish the initial setup location and stock size هو ده الاختيار اللي انا هاختار التالي 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 الى ان اصل هنا شو بيقولي enter specific stock dimension لا انا هاشتغل على compute stock size from the size of the part يبقى size of the part الاصلي اهون فانا اختارت ندي وقول له ايه التالي that's it انا كده هقفل اللي هي import results وانا يجي هنا نجد ان احنا اصبح عندنا imported model اللي موجود قدام لاحظ حاجة في imported model اللي موجود امامك ان part zero موجود فين في center بتاع هذا الشكل لا انا مش عايزه هنا في center احنا عايزين part zero point لازم تبقى فين فيه زي ما احنا متعودين lower left corner how can we do that في menu اللي هاسمها advanced اللي هوريك انا بجيبها منين هروح على view tool bar المنيو اللي هي advanced اهي انا كنت اجيبها بالفعل بس انا هعمل لها unchecked للبوكس اختفت يبا هي دي المنيو اللي هروح على advanced واجيب هذه المنيو اللي احتاجها هنا في التعامل مع الـ automatic feature recognition او اللي هو الـ imported model فهاختار هنا الـ setup الـ setup اخدرنا للي عشان احرك الـ part zero point للـ lower left corner هنا هنقول edit التالي هننجي هنا يقولني ايه يوذ شوفوا جاي by default use the current use current location I'm not going to use the current location I'll move to the align stock to face اوكي يبا كده هو احرك الـ stock الى الـ face وبعدين هاجي هنا انا عايز فين اروح فين للـ lower left corner في lower left corner في lower right corner في الـ upper left corner في الـ upper right corner we need the lower left corner هنضغط على lower left corner كده احنا حققنا اللي احنا عايزينه finish هنقوله ايه close تعالى نشوف الايزومترك بتاع هذا الشكل هيكون ازاي فلو جينا كده هو قبل ما نشوف الايزومترك انا كنت عايزة وريك خليني نشوف الايزومترك الاول اهو ادي الايزومترك وتعالى نعمل shadow لهذا الجزء يبا ايضا هو ده اللي هنعمله عمليات التشغيل وهي دي اللي هتطلع معايا ادي عندي three holes ودي عندي البوكت ودي عندي sides اللي هي جبهالي اللي هي بقى عملها عن طريق اللي سلوت ودي عندي هنا ايه الكيرف اللي هو يطلع بهذا الشكل تعالى نشوف الpart view عشان نشوف هل هذا الجزء موجود ولا لا هاجي على الpart view هلاقي فعلا ده اسمه solid 2 هو اللي موجود عندي لان انا قلت ايه import as solid file فهو عملي الimport على انه ايه هو solid file كده عملنا import لهذا الفايل ان شاء الله في المقطع القادم هنشوف ازاي نعمل عملية tool path السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة